قامت وكالة ستاندر أند بورز بتأكيد التصنيف الاتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة السالب A.A. مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية في ضوء استمرار نفاذ المصدة السائلة للمالية العامة وتوقعت الوكالة في تقريرها اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالية في عام 2020-2021 وفي الوقت نفسه تقدر الوكالة أن صندوق الاحتياطي العام المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة لن يكون كافيا لتغطية هذا العجز من مفرده وأشارت الوكالة أنه لم تظهر استجابة سياسية كافية وفي الوقت المناسب لمعالجة القيود الصعبة لموازنة العامة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة تعقيبا على أعلان الوكالة أكد وزير المالية براك الشيطان أن المركز المالي لدولة الكويت متينة مشيرا إلى ضرورة استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين مشيرا إلى أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند سالب AA هو من ضمن أفضل 27 تصنيفا في العالم وأضاف أن هذا التصنيف من الوكالة يضع الكويت في مصاف دول مثل تايوان وإيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخارجية وهذا يعكس قوة الدولة الإتمانية ومتالة مركزها المالي المدعوم بشكل كلية بحجم العصول في صندوق احتياط الأجيال القادمة وعن تعديل النظرة المستقبلية أوضح الشيطان أنه نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياط العامة مشيرا إلى أن السلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي ومبينا أنه تم عداد خطة إصلاحات مالية مرحلية وكلف الوزارة بمتابعة آليتها مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العامة وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالية الشاملة ومن أهمها قانون الدين العامة وقانون السكوك لافتا إلى تطلع الحكومة إلى إيجاد صيغة من التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تعزيز المركز المالي والموقف الاعتماني لدولة الكويت ترجمة نانسي قنقر